هل جلده لكلب نجيش؟ نعم هل جلده لكلب نجيش؟ نعم كلب كله نجيش كله نجيش لكن إذا ما استكتر كلب في يده وعيب الشراب وإذا رفض لا رفض ما ضح وإذا ولق في الإناء فلا بدى رفض سبع الله ده هنا بالسرعة كلب نجيش لكن هل يقر جلده بالجبار في الخلاف ما السبسية حتى رب الله يعج هي تبار جلد ما لا يأخذ أما ما يأخذ لحمك فإن هو يأخذ بالتبار كما سبسا أن أنا بيقول قال للم أمونها لما ما في الشرق علا أخذتوا جلدها فتبار طموك فانتبعتم به فجلد مأخذ اللحم فالميته مأخذ اللحم فألا يطهر الزبار أما غير مأخذ اللحم ففي الخلاف وعلى أهل العلم يرى أنه يأخذ بالتبار جلد النبر أو جلد الحلب أو جلد الخزير أو جلد أو جلد ومع الزبار ومع الشرق السباع أنا لحظ الشرق أو جلد لان يرى أنها تطهر قال خلق فجلد الصباح لنها تطهر الزبار فيها لكن الزبار لنها على الآن لا تفكر بالضباع وقل الأخر وقل طبيب الشيخ حبيب الله تعالى ورعاه أسس علي مسألة وهي هل سواق بقبوه شرك على الإسلاق أوضح لنا الأمر مهدوري وذلك الله صياد إذا طاخب القبر تقرب من طاحب القبر سيكون شرك لأنه صرف على نوع من نوع أما إذا طاخب القبر تقرب إلى نوع يظن أنه يدوث كطفل للقبر فهل بدعة لأنه ما تقرب إلى القبر تقرب إلى الله لكن تدع على طاحب القبر فإذا طافد القبر تقرب به إلى طاحب القبر قرأ كفر شرك لأن طافع بعده لا تقرب لله أما إذا طافد القبر لله قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأي قبر أو دينية يتقرب إلى الله أو دينية نعم رضي السيد أملك السيارتين تحلل الضباعع من منطقة إلى أخرى ويوجد معي شريك في هذه السيارتين وله رغبة في تأمين السيارتين وأنا متحرج من موضوعه ما رأيكم جزاكم الله خيرا تأمين نعم تأمينها نعم على في الحال تستفقون فيها وإذا لم تستفقوا تستطيع يعود كله يأتي مصيبة رضي السيارتين رضي السيارتين السلام عليكم ورحمة الله برساته أيهما أفضل أن أحضر الدروس أتعلم أحضر الدرس أتعلم فيه أم أذهب وأعلم من هو ونقل مني علما إذا كان ذلك في وقت واحد رضي السيارتين رضي السيارتين تتعلم وتعلم في وقت وتعلم في وقت لا يكون في وقت مراح thực نعم إذا فات وقت الأذان هل يؤذر المؤذن أن يكتفي بالإقامة إذا كان في البلد أنا لا أكتفي بالإقامة حتى لا يتوجش أما إذا تقف بالبلد أن يؤذر وما حكم تشفيق الأذان أذن أذن الناس حتى البلد أنا وما حكم تشفيق الأطبع حتى المقود المسجي بين الصلاةين إذا كان لفق الصلاة فلو شبكdal الصلاة أما إذا قول الصلاة فلاح السماس الحجاء يسبك النبي الصلاة فإنه فيه خلاح لأن منسجل الصلاة فلو شبك للشبك أما إذا قولت الصلاة فلاح صلع الصلاة وشبك الصلاة العاشي وقام إلا أصاب إلا خسبت المعروضة ومتشع عليها وشبكوا ليعقائها فأعتقد أنه حسب الصلاة ما الحكم إذا صل الرجل مع أخيه الذي يصلي الفريضة وقت النهي سنأخل سنأخل لا يصلي سنأخل إذا كان فريضة خطر عليه وإذا كان فريضة خطر عليه نأخل سنأخل إذا يقافل قال للشيخ ما هو يوم الحج الأكبر وما هو الأفضل يوم عرفة أم يوم النحن في قولة الهلة فينا رجل ettهم عرفة وفينا عيام العيد وصورا أنه ع super يوم العيد يوم الحج الأكبر لأنه يعني أعمال حاب فيه الرمي وفي جبرة العقبة وفيه الزباح وفيه الفطوكس وهو يوم الحج الأكبر أظهب العيام رفع العيام الأكبر ثم يليه يوم العرفة هذا هو الصvar حضر السيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم وبركاته مسك الإبيتين هل ينقض الوضوء؟ نعم مسك الإبيتين هل ينقض الوضوء؟ لا مسك القرد القبلة والدبر أطلع إليه بيديده يكسب رهنها أو بغنها يزير حائل أما يسموا راحته؟ نعم نتكلم القتل الصغيرة وصلوا على الصحيح ينقض الوضوء نعم وحمد الطبيعي في الحج هل لابد له من مية أم تكفي نية الحامل له؟ يعني في القواف الأفضل والأحوط أن يطفى له شعر لمحبول قواب ويطفى النسل قواب هذا هو الأحوط رجل السلام وبعض العلماء يرى أنه إلى سفى بنيه في الواحد الكفاء لكن لا ينوي فالأحوط في هذا أن أنه يطوف النسل طفل الصغير ثم يطوف الصغير والسعي 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 ما ينشق عليها؟ نعم يصعاد النسل ويصعاد إلا إذا كان في عرب إذا كان في عرب إذا كان في عرب يقول له السعي نعم ما حكم قوله خذك الله العظيم لعلى استرات القرآن الأولى استراتي لأن الله استراتي المعلوم نعم نعم يقول صديقي الشيخ أرد تنبيه على ما يقع بهم بعض المدرسين أنهم يتبون على السببورة مادة القرآن مادة 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 القرآن نعم يعني يقول من هذا الخطأ مادة القرآن كلام الله يتمادة لكن مقصودهم المادة العلم يعني وهم مقصودهم أنه أن القرآن جاف القرآن كلام الله لكن مقصوده الأب هو المقعف مقصود مادة العلم يعني والذي هذا بعضهم يخصون العلم العلم التخصي يخصون العلم أحفظ نعم لا 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 الأب هو المقعف فهو مقصود أن أن القرآن مقصود لا نعم 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 وفي ذلك كذا قضى الشخص هذا ثم تورضى وضطئ في يده رائحة يسيرة ضغم أنه غسى يده زييدا فنحطن الصلاة مش هاتف غسلها إذا غسلها لكن أفضل أفضل هذه شيء مصطلوا نعم هل هناك أبعية مسروعة تجنب الصلاة على جناد السفال ما نعم ليه يدعى يدعى الوليه والله يدعى ذكرا لولديه وفرضا وأجرى من شكيا مجاعة اللهم أحكدوا مواجينهما وأعظم به مجرهما وأوحقه في الخالفة سلسلسلهم ووجهه في ثم مالي وقه برحمة تعالى المورد هذا بعد يدعى يدعى العام الله ومحينا وغيتنا وغايتنا 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 إلى عهدن أشوال معروف إذا سمت وداء بلدة ما هل ينجيب معظم مع ان الوقت يصرق صلاة مولا اذان في البلدة التي انا فيها تذكر على الهواء ولا نجيبه اما اذا كانت حسين قدر اذا دخلت في صلاة الجنازة وقد فاتني فاتت الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل اتم الصلاة ام افرق افرق ما فاتني اذا دخلت في صلاة الجنازة فاتكت من فاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل اتم الصلاة ام افرق ما فاتني لا تدريك من التكذرة اول الصلاة التكذرة تقرأ في الفاتحة والثانية فلي علم اليوث ثم بعد ذلك اذا سمد رميانه تولي التكذفع اذا حسيثا تفع جنازة تولي التكذفع الله اعطل الله ورسالله فان لم ترفع الجنازة ثمها فالتكذر الثالث تجعوه ثم تكبر رميانه ثم تتكلم كنت جنوبا مقابل دخول المسجد في الممس وصليت هل تطلع الصلاة فيك؟ إذا كنت في البلد نحن ليس في البلد في البلد عليك أن تبحث عن الموافق الصلاة عليك أن تعيد الصلاة تبحث عن الماء خلوفة الجماعة ليس مكانت في الله إلا إذا كنت حاجز عن الصلاة الماء أو لم تجيب الماء أما في البلد دعا هذا تساهل 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 وإهمال تساهل تتلمم في البلد تصلي وقالي استناره نعم هل يجوز الجنوب بين الظهر والعصر مثلا إذا كنت مسافرة مع العلم أني سأصل إلى مذيئة التي يستاكن إليها قبل العصر؟ نعم لابا قدما تضغ الجنوب موجود فنعم رضي الشيخ أحسن الله إليك إلا كنت غير طاهر هل يجدني مثلا مصحف من غلافه الخارجي وكذلك مثل حواشي الصرحات التي ليس عليها كتابه؟ لا تقول علماء أنا محده بالعلع تحت العلع أما المصحف لا تنفق بيدك إلا من غير حائم نعم هل التخارة تقول تتردد بين الشيئين؟ أم لو قد من الجزم على أحد الشيئين ثم يستخير فيما جزم عليه فقط؟ إذا كان جازم على أحد الشيئين ما في استخارة الاستخارة إلا لم يظهر له فقط أما إذا جزم إلا كان عازم على أحد الشيئين ما في استخارة قد من الجزم أحسن الله إليك لكنت أتوضى ثم قرش أمين يريح ما أني في بداية الوضوء هل أعيد الوضوء أم لا؟ نعم أعيد الوضوء لأن شرط الوضوء قد انقطاع موجود الوضوء قال أعطر الله عنك؟ ما خرج تبيح تططر الوضوء نعم ما هي العين وما مباهر وقوعها؟ ها؟ ما هي العين وما مباهر وقوعها؟ العين حق وقوعها يصيب عشقهم يشع بعينك يصيبوا بعينك لكن عليها أن يبرد في عقول ما شاء الله فليس كل شيء يعيد بالله أفضل من كل شيء عيدك عندما هذا قد يعني إذا وجد ما يجب على أنها عيد نعم قبير الشيخ يقول هل قدرية ومعتجرة المرجعة ملايب من داترة أم هي موجودة الآن؟ نعم هل قدرية والمعتجرة والمرجعة؟ نعم هداية المنتجرة أم هي موجودة الآن؟ لا ليس مندجرة موجودة موجودة قدرية والمرجعة والجهمية والنجرة وخوارج كلهم موجودون والخوارج موجودون المغرب والعمال اللي بغضي الجهمية هو الخوارج الشيعة ومطاعة أيضا موجودون في كل ما كان والجهمية موجودون الآن الجهمية بل الاستحادية موجودون الآن كلهم موجودون كل هذه الأهم موجودة طائمة على قدر الموسط لها صحار ولها رواد ولها مؤلفات والحق والحق والمؤلفة نعم المعلوم أن الحائب لا تقوم بالبيت حتى تطر فما الحكم فيه من تأتي في حملات من خارج المملكة أو داخلية ثم تخيض وليس هناك وقت من انتظارها حتى تطر هل تقوم بالبيت والحائب؟ لا لا تطر تطر على أنها تبقى بقى معها وليها فإلا تستطع تذهب وترجع تذهب وترجع فإلا تقدر فتكون مشطرة تكون مشطرة تذبح وتتحلل ويبقى حج في جمتها فذهب الشيخ الإسلام الثانية رحمه الله إلا أنها إذا اضطر في لهذا وهذا لا يكون لما تكون خارجة منها تكون بعيدا في المشفقة وفي المغرب بعيدة ولا يرسل مجوعها الشيخ الإسلام أكثر بأنها في هذه الحالة في الضرورة تترجع تبدد وتقوم في الضرورة طبعا ما أرجب على زن مقابل هذا فأقول الثانية أنها أنها تكون مشطرة يعني تذهب يذهب بأولي وهو يرجع بها الفطر فإلا في الفطر فكارك مشطرة مثل المغرب مثل المغرب في السرعة مثل المغرب عن مصوري تذبح لمكارها ثم بعد تتحلل ويبقى الحج في المكهة نعم فالتبع قدرة حج في السرعة حيث نجمع بين عوري تعالى لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر والزوء من حاج الله الآية مع الزواج الزواج الإتسابية ويساثرة الزواج يحضر به موضة بين الزواجين لا يجب بأيش الموضة التنية فما في ثلاث منها الزواجة المساثرة ولكن لا لا يحبها دينا والمحبة الطبيعية مثلا محبة الجائر والطعام والضمان والشرار محبة تتب بين الزواجين وبين الأخوة هذه محبة طبيعية المحبة دينا ما يزم ما يزمها محبة دينا ويكره ويكره دينها ويقوم دينها لكن الله أدرح له له والأفضل أدر تزوجه في كبيرة لكنه جارب نعم هل ورد استعود من الشيطان بعد التساوء؟ مع الكرسيش لكن الورد كرم أنه يستعود للتان أن يكلم أن يكلم ما استطاع كما إذا هو يكلم ما استطاع نعم هل تخط الصفوف في غير الجمعة في صحيح؟ لا تخط الصفوف في جمعة لا تخط الصفوف في غير الجمعة يعني هذه الألية تجد إلا إذا وضي الطرزة إنه يسدها ويكلم الذين مصدوا في فرقة أسألوا حقا هم الذين خرسوا هذه الفرقة هم مضطروا إلى أن يكلم فرقة أما حط لقابة الأسفلون وستخدمين لا يكلم لا يكلم لا لها عداد لأذية نعم ورحة العنس ما معنى لا يرد القدر إلا الجعاء؟ يعني أن الجعاء من القدر هذا يدعى الله القدر معلق بالدعاء والدعاء والقدر خلالهما مقدرة جاء في هذه الخرم يعطي لجان أي هما أطوى غلب الصحي فصوى أطوى الدعاء في أطوى نعم إذا كان قدر غير معلق مثل ثلاث الرحل ثمث يقول العمر وصل ثلاث الرحل موقع إذا قدر الله أن هذا يكون عمره بصنف الرحل وقدر أن هذا يخصر عمره بقبعة الرحل قدر أن هذا يحكم هذا المطلوب بالدعاء وقدر أن هذا لاحكم هم مطلوب بصنف الجعاء نعم قدر الشيخ يقول عني ساعة مطلية للذهر فما حكم يسوها وإذا كان لا يجوز فما حكم بيعها وإذا كان لا يجوز فما ذأطع بها لا يجو من السنة يذف لو ذكر المدرسى الزهر هو أول السنة إلا حاتم السنة بجذر الرجل. وما على خلج المفتاعة لله ولا مطلية. المطلية ما يجب. لكن يعني يبيعها لكل مراحة. لا بأس. يبيعها وكل مراحة تلبسها. يعني المراحة لله حلب لله. نعم. نعم. الكفار لا بأس. لان ثبث عنها. النبي صلى الله عليه وسلم. اعطى عمر رضي الله عنه صوبة من الحريق. وقال يا رسول الله انك مرعت ليس ثم اعطيتني. قال لما اعطيتها بثلت. فها اهداه اللي اعطي له من الشرق بمكة. ما معنى تريمك وعيم الله. حلب. يعني عيم الله. قصر. عيم دمالين. نعم. ما حكم تجاف المرأة في الحجود. وهل ورد حين بالفرنة عن تجاف المرأة. نعم. إذا كنت اعطيتها الرجل. كما نسأل بقائر رحمه الله. نعم. قول بعض الفقه انا ستامن نفسها طبع علي الدليل. ولهذا خلق مع الرجل كرت стوار. والكرت طقيها. L 수 mois. الوآآس. هم المجيون. هل على المجيون. هل على المجيون لجكاة لناه الذي اتجاه. وهو. وهو لا يملك هذا المال بعد حضور الحول عليه. هل على المجيون جشاث ماله الذي استجانه. وهو لا يملك هذا المال بعد حضور الحول عليه. اذا كان عندك المال عليها. عليها من دخشه. اما اذا لم يكن عندك. اذا كان ذينا الله على شخص. هذا اذا كان معشرا او ماطلا. فاديك نفسها لا يمكن ليلة قبله. وان ثلاث مليا يدفعه متى وطلبه يمكن ليلة قبله. اما اذا كان على معسر الله لا يمكن ليلة قبله. هذا. ربيل الشيخ احسان الله عليك. الى نويس افضل صلاة النافلة التي يخفيها في الليل. اذا احسست ان احدا ترضى يراني. فالصلاة الصحيحة مع العلم اني انوي هذا الصعل قبل بدء صلاة صلاة الليل. وذلك ليخفي عمله. اذا 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 نويس خطأ الصلاة اذا نويس ان فيه افضل صلاة. اما قبل لا. لكن لم يبدل صلاة الصلاة. الحمد لله لا لا يبدل. صدر على صلاة والحمد لله. نعم. لو غالب على ظهر ان اهل البيت لم يسمعه طرق الباب. فان اجيده على ثلاث. لا بصلاة. لا تجيده على ثلاث. نعم. مؤذل له غرفة في جانب المسجد وضينا وضينا المسجد حوالي مترين. وهي تابعة من المسجد. فالله يدخل ويخرج. ويجلس دون اي صلي. تحية المسجد. ويجلس دون. لا تحية المسجد. اذا كان الغرفة داخل. تحية المسجد. اذا كان الغرفة داخل سورة المسجد سيسابعة. اما اذا كان خارج سورة المسجد سيسابعة. اذا كان الغرفة داخل المسجد. اما اذا كان خارج المسجد خارج سورة المسجد سيسابعة داخل المسجد. نعم. قال لما يخذ من ذكري مليء. واوحف وخص لشي تقيه ذكر من ذكري الا انه هدون لزة ودفق. كما هو معروف. هل علي غسل. ما يصنع على المليء. الارض يحض بلدة. تحق بلدة. في اللقبة. لان يحصل في النوم لبا. لان يحصل في النوم. ما يحصل. لان يحصل على المليء. اما في اللقبة ما يحصل مني الا دفقة بلدة. انما يحصل عند بعض المرضى المريض. وبالمرض قد يحصل. فهذا مثل البور. ما يجبه. هذا قد يكون مليء. لان يحصل عند الملاعبة. قد يكون مليء او ودي يحصل معروف. اما المليء فلا يحصل لك وقت. الا بلدة. الا من المريض. فاذا خرجنا المريض فلا يجبه. قل حضير الشيخ خبضه الله واجزاه وعنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. اني يحبك بالله. يسأل الله عليكم حبيث الله. نعم. ارتبط يا حضير الشيخ شاب وهذه رابطة من طريقة من المحبة والقوة بالله. ولكن هذا الشاب بدأت. بدأت. اه. عليه. والألحب عليه بعدا عن مجالسة الصالحين. مع فقور في جوانب الصاعات والعبادات والرطول إلى الجنيا. وكذلك فقوعه في بعض المعاطن. ولذا ارجم من فضيلتكم توجيه كلمة. الى هذا الشاب يوهيني ممن حاج عن هذا الطيب. وكذلك لا تنساه حفظك الله من صالح دعاء. نسأل الله لنعره زيان. نسأل الله يهديه. عليك ان انتأثنا. ننصحوا بان استق الله عز وجل وانه. يحافظ على شخوك التوحيد والايمان وهي الواجبات. واداء الواجبات واداء الفرائض وانه يعاني المحرمات. وان ينزل مبطاعة وان يحنر من المعصن. الان الانسان قد قد انثروا به. قد المعاطي قد تتسبب ان تشغل خاسنة ولا حرور العز وجلت. قد الواجب عز Luis Mosh야 على ف originated with Allah and once وان يتحاصل على ما عرضي الله عليه وان يتكي عن محرم الله عليه. وانت عليك اصرالى. وسدعولها تأتي س⁺cal Al-Faż contract and Allah قد في عجبا اان ينحس. لعل الله عنه بار Engagement. قد. ها ها يقول اصل لعنة هل يصرار على الصغير السيرة من تباهي ها ها هل يصرار على الصغير السيرة من تباهي نعم قال المعنى ان الاصرار يصوي يوصد رأي كله قال تعالى ولمصره في رسوله التقير ولا مصره على رقاره العالم ما حكم خسان في حق المرأة للرجل في حق الرجل والي حق الرجل الذكر والي طوام المرأة مستحق جمهور العلماء ما حكم ان تضع الذهر يوجد خاتلة يوجد خاتلة تحت البنات والصغاره يحكم الختال فلا نعم 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 مثل المفترون علماء في تفتير وليال عشر انها ايام عكد حجة فما صحة ذلك وإلى ثامة صحيحة فلماذا لم يقبل ايام عشر نعم فواضع هذا فالله يعجب التفتير ما حكم ان تضع الذهر في أنفها ما حكم ان تضع الذهر في أنفها وهو ما يسمى جنين جديد طيرا ما حكم ان تضع الذهر في أنفها وهو يسمى نعم ما هو القوضات حي حديث وفا ترياء العراق لا تعرض هل هو موقوف ام مرفوع جاء موقوفا على العمر وجاء مرفوعا والموظوف هو فق المرفوع فقال لا تعرض يسمى الغريبة نقاط بأهل المحشر واهل العراق قلنا طبعا كده أنفها بأنه يريد ليه من الضرورة فلقد يغضب لو ذهبت لها فلاحة هم لي الزيادة على ثلاثة كده كان بيكبر انتفاق نبع كده كان يوضع أو بيكبر وعد نبع ما حفظ السؤال بسبب الله في قولي أسألك بعزة الاستعار قول بعزة الله وقدرة اللبع الاستعار نعم سؤال بالأفضاء في أفضاء غلاء الاصرار من أراد الحجب عليه دين تقل الدين ثم لا يحج إلا إذا كان الدين مؤجل ويجب له وفاء ارتبع على صاحب الدين نعم وطلب مني أن أعطيه أحد الفرساء ومعلوم عنه أنه يستخدم السحر لذي يجب دري أن أعطيها إلى غير هذا تردها عليه وقال إذا كان يستخدم السحر وإذا كان يستخدم السحر ساحر كامل والله العادي إذا انت عليك أن تردها عليه وقال نعم ليسنه في السحر ليسنه في السحر لنهبين الساحر ويسهر مين يقوم الساحر يبقى فيه نعم متعلم مع هذيه المالعجوى من أتاكين أصدقه أهما يقل فتحفر المواجهة على خطر على خطر إذا صدق على رضي بفعل السحر إذا كان يصد الشربي الساحر ورضي بفعله وقرر على السحر الضروري تلفاء من شاء الله نعم هل يأتم إذا تعلم طاعة الاشتطان ويعلم أنه يعتقد أنه الحرق لكن حتى يضب السحر نعم هل يأتم الشخد خلق عشرين في ذكر من الله تعالى في برميه الجبالة وماذا عليه أن يبعى العلما أنه لم ينفيه نعم هذا يتعلم أنه أوراق في ذكر الله يخرقها أو يرسلها في أرهم طائرة نعم هل على السائح أن يرسل في السفلات في السفر؟ نعم أي سائح؟ نعم سائح 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 إذا كان له بيه بلد يسفل فيها سعيد أما للإحساس ليس له مكان بلده حياء معنا مثلا قاعدة ملاحة أو كفينة لكن في الغالب كلها إذا كان له أهل بلده يشف فيها السبوع الأسبوعين وكذلك يقصد السفر ويتم إذا أصل إلى أهل نعم قل فضيل الشيخ نجل من فضيلاتكم حسن قل لا بالعلم على شعيرة الأمر المعروفة لا يعني منكر لأن مكرات سكرة لا يعني من فضيلة وكذلك 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 حسن وكذلك 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 في الغالب بحث العمل فلا يكون الشيء يعلم هذا يعلم كما جاءة الحديث لما شعر الرياء قال يصلي قال ويجعن الصلاة لما يرى من نظر رجل إليه فالرياء يكون في الأفعال والشمعة تكون في الأقوال حتى انتراعته حتى يثني عليه الناس أو يسبح أمام الناس أو يقرأ القرآن أمام الناس أو يدعو إلى الله يأمر الله حتى يثني عليه فيقع في نفسك أنه أنه يرائيه يرائي الناس في الذكر يسبح أمام الناس ويقع في قلبه أنه يحقق بإسمه عليه وكلان ما شاء الله يسبح وكلان يسبح أو يحسن سراعة حقيقاء كلاان سراعة أو زي الثلاثة يقمئ فيها ويقرب فيها من أجل الله فالرياء يقوم في الأقوال والطلاح لا يقوم في الأقوال ويعيقو الله العطف حبو الثلاثة كذلك فالنسان يحب عددها عليه في شيء فالرياء إذا كانت شيء نفسي هذا من الأخوال لكن ليس من ذلك كل إنسان يعمل العمل ثم يطلع عليه الناس من دور اختياره في صديقنا عليه فعلى الله يغبوه في الصديق قلت أقامت عن امتحان الشهري وطلبت من مدرس في امتحان فرفض إلا بعذر فقلت له ليس عندي عذر إلا أن أبدأ عليه فقال المهم أن تأتياني بعذر حتى لو كان كبير فأمر طير الله حاولت معه لكنه رفض إلا بعذر حتى ولو كان فريبا لا لا تفعل الحديث حراء حديث الرجل وعمراته في الحرب وبالصلاح بين الناس أفرع إنك فرع وإلا غلع فلا فعلتك طبيب الشيط ألتشف المرأة وجهها وكالصياة الحج والعمرات لا إلا كان لديها رجال أجال لا تفشش وإلا كان لديها رجال أجال وإلا كان لديها أو مع النساء تفشش أما إذا كان لديها رجال أجالب فإنها تفشش لديها لكن بغير القصة هذه لكانت محرمة وكذلك ويشهها بغير الورطة والنقاط تفكره بالخبار قالت عائصة رضي الله وعلى سنة نبي داود كان مكبانا ومرونا بنا ونحن مع رسول الله يكون صلى المحرمة فإذا تفكره و southern أسترот فكْ صلى الله و cocoa فإنه يجاوزون lots of fear يعني كانت محربة فإذا ق leve نها cathster بسبرarse على وجه ثم نجاوزوا فإذا قה فإذا хар provided كذلك أستر لكن لا تشرب Distri الواجهة بدلة في إذا كان محربة معه ويطلبها بربع والنقاب هو التحديثات حفيتين في العين يعني المخيط على قد الموجس ممنوع منه مخيط تبع انه ممنوع من القتازين ثلاثيات وهو مع السراع بينهّ��ين لكن تغطي يجهيء بيها بتكبه وتغطي وزهة في الخمر لا تغطي وجهها بالبخير فهو بربع والنقاب ولا تغطي يجهيئها بالقبازين لا تغطي يجهيها بثوقها وتغطي وجهها في الخمار غير غير البربع وغير النقاب هذا الى فات بجيها اما اذا حلت امراضها لا هذا انت 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 تستمجها بالبطع وبالنقار تستمجها بالقفزي لكن في حال الاخرى اذا كل نبيه لا تنسكب المرأة ولا تجل في قفزيه اذا لديك القفزيين جاهل وناسة فلفي عليها وطحي يطفقوه الغرمى واذا ترى تتعمل اعري تجيه وشجه طاحب مساكم وعلمات البحشار او خطأ ستكت من تاكيد بكل انسيق تفصى مقوة البلد او تفصى الفاتحية او تفصى الاخرى من الثلاثة يبا ترقبت من محرمات اذا كان عليها النقاط الصواباه ولا خفض اذا هذي صبت لأن اللقاط محرم اذا كانت عمل علي زيزة صور أهل المخيط يعني سورة الفرسيس إذا كانت أكثر معظم عنه صورة من الناس يلعون الله ربنا أكثر إذا كنت أصبح الله وإن كذا طعام معبد الغيري يفزق بين ما فيه فلاك ولا يفزق كالحنادين أو غيرهم تقول مثل حلقة الشعب تقليل الأفكار هذا لا يعطيه لا عن ناس ولا عن جهة طعام ما تغطيه في الوجه ولبس المخيط هذا يعطيه عنه لأنه ما فيه فلاك تقصرون هل أفكارين أفكارين الجاهل والناس يبقى على كل أمر ثم فيه فلاك وما فيه فلاك حلقين يقولون لي فيه فلاك مثل الظهر هذا فلاك حلقة الشعب فلاك ما يعطيه للناس ولا نزح هل يجبون أما إذا كان فيه ما فيه فلاك مثل تغطيه في الرأس للنشر تغطيه في المرأة وجهة في السمار غير السمار أو بالفرطة والنقام أو يجيها في القرطة هذا يعطيه لا يوجد إسلام أفكارين لا فضل أفكارين الناس وجهة أفكارين إنما متعبت العالم هو الذي يفيده أفكارين ربي الشيط هل جلالة المصعى تبقى بمان العلاء البحثة؟ نعم هذا أكيد جلالة المصعى يسمى كيف فالعلاء البحثة يتعلق له الكيف الذي يضع فيه هذا العلاء هذا الكيف هذا الكيف لا لا كيس مر 하기 كيس كيس مجعولون possiamo شخص نعم لكن هذا ليساهم ، لديك وراء الحال بسوها وراء الحال مرور الراجل بين يدي المأمومين ما حطب؟ مرور الراجل بين يدي المأمومين هل تdimراك ميّاديكي؟ نعم أثناث للم empez Meeting كذا مرة بين يدي المصلي وهو مأموم ونحن إذا فبسر في الحديث الصحيح عندما عرضت وظلم عنهما مر بين يديه بعض الصفور وهو راكبا على حماه فالنبي سنصلي بالنفس ببناء ويمكن عليهم كأن فتة المموم فتة الإمام فتة المموم لما هذا في الإمام هو مفيد نعم فقير الشيء حبيب على الله اشهد الله تعالى على محددك بالله أسأل الله وإسمه حبيب الله لكن هل يجب أن يريدك من قلت له إني أحبك بالله حتى تكون على منابل النور يمطيامه هل يجب أن يعرفك من قلت له إني أحبك بالله حتى تكون على منابل النور يمطيامه دعا في الحديث قال إلى حبة والرجل عبلا فليخبرها فليشد أليس لخرود النساء لوافق خجور المصلى أليس لخرود النساء لوافق خجور وإلى مطرنا وإلى الخيلة نعم لحضور صلاة الحيد جليلا على أن حقص الحيد واجبه نعم السؤال له بهذه الشيخ الإسلام السمية رحمه الله قال أن الصلاة العيد طرد وقال إنها الصلاة السنوية أي طرد قال ردين على ذلك أن الأمر بيأخذي النساء والحيب وغاية الخدور فقال ذهو معضلاء الصلاة المرأة لخلها جلباب قال لكل جساة صلاة من جلباب وهو تخشوه وتشهد العيد وحضر وتشهد عزبكت تجل هذا على تأتيك قال أمر بيأخذي العواشق والصيب وغاية الخدور والمرأة إذا تجد تلباب تلبسها اطنون جلباب وقال العباء الآن لا عندها عباء تكون معاقصها في عباء راحية هذا جل على أن هذه الأوامر جلت على وجهة ولهذا احتجتك في الإسراء نحن الله بهذه الأوامر على أن صلاة العيد طرد عيد قال لبعض الله لإنها طرد طفائي وقال أقول نفسنا أبو عاشق قال أقوال ثلاثة إذا نجمع بين شر النبي صلى الله والسلم القائمة في باو الحالي وفي الحالي في أخرانها هل اشتب طائما الجرع بينهما أن اشتبه قائم يسرع هذا الجرع وأنه يقلع عن سنجين فالأسمن اشتربه جالسا و و و شربه قائم الجال وطاعدت في هذا أن النبي يسرع إبانها عن شيء ثم فعله دل على أن نهي التنجين فعله يصل هنا على التحرير من التنجين كما أنه إذا أمر بشيء ثم فعله دل على أن الأمر سلودي ومثاله أنه يتطلب نهى نهى أمر بالقيام في الزنادة إلى مرء ثم جلع فدل على الأمر سلودي يعني جلوسا يتطلبه عن الهدوض ومثاله هنا نهى عن الشرب قائمة وثم سرب قائمة مثال البخاري فالبخاري أن النبي يكون جاء إلى أهل جنزب ومثلون فسرب وهو قائمة نقول له نجلوس فسرب وهو قائمة فيكون فعله عليه الصلاة بيسر في النهي على التحرير من التنجين هذا هو الصواب الذي عليه المحقيقي أن النبي يقول إذا لها عن شيء وفعله ثل على أن الأمر يكون جاء إلى التنجين وإذا أمر بشيء وفعله ثل على أن الأمر يكون جاء إلى استخدام خلافا للمقيم رحمه الله في إيجاد المعارف لأن المقيم رحمه الله اختار أنه لا يجب السرب قائمة في هذا فذكر بعض أقول أهل العلم أنه لا يجب السرب قائمة ومشدد في هذا وغلب جانب النهي والصواب هو هذا جانبين همهما وقائمة الأصلية وعروف عند أهل الرسول أن النبي سوطينا لها عن شيء ثم تعله جل فعله على طرف النهي على التحريب للسلام فيه فنقول في هذا إن النهي إن الشرب طائما جائز بدليل فعل النبي سوطينا ولكن الأكبر والأفضل أن يتبق قاعدا لنهي سوى ظل المدان هنا إذا نسل ما ممتراف فاسحة إذا الصلاة الجرية وجهرية هل لمدر عاجز الرسعة الصوبة أن الإمام يتحمر إلى الإنسان لأنه واجب في حق في حق المأموم في الأساس واجب واجب لكنها رفن في حق المفرد والإمام الإمام والمفرد إذا صرحها ستكون يأتي قاعدا قاعدا بدلا على أما المأموم إذا نفيها أو قلت من يقول إنها غير واجبة على الصلاة الجهرية أو جاء والإمام راشع وإذا سبق من سرعة فالصلاة في هذا الحق أما إذا يتعمل فالصلاة في الأساس الصحيح في أصحي قوال أهل العلماء في أصحي قوال أهل البسرة في أخلال تبرو علماء على أن الإمام يتحمل أتعمل عن مأموم الصلاة الجهري نعم أنا من أهل مكة ولكن أتربعنا لي في رياض ولي في رياض حوالي عشر سنوات وترددوا إلى آهل الإيجازات وهذه السنة سوف أنزل إلى مكة وعند نية الحج وسوف أتجاوز الميقاض بدون إحرام هل يحق لذلك أو لابد من رجوعنا الميقاض أم أنني حقم أهل مكة لابد أن تحرمنا الميقاض قد يتخذ بقشة وتتنسلوا الحج أبدا تحرمنا الميقاض أهل وقتا إذا خرجوا ثم رجعوا وهم يمعوا الحج أول عمر تحرمنا من الميقاض لكن لو كنت في بقشة وجاء الحج تحرم من بيتك أما العمر أهل تحرم إلى الحج وكل شخص وكل شخص آخر بالحج عن شخص الغريب وعطار مبلغ عن الحج وهذا المؤكس لم يخذ فيها مبلغ عن الحج وهذا المؤكس لم يخذ فيها للسنة وبقي معه مبلغ وبقي معه مبلغ والشخص الآخر يعتقد أنه حج عن طريب فليحج عنه في السنة التي دليلها علما أنه منع من الحج في ذلك السنة شيء قاهر لا يستطيع تغييره يليس تغييره الواجب عليه أن يبلغ في الوقت الذي يمتب على حقي ويبلغ عليها الاستثب pyram techniques نعم استثبت معه وكيد وما التفك من منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصواف الجيء هنا التفكه من منع الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف الجيء أم أن الطواف من شروبه صهارظه أم أن الحاج لا يوجد ذلك أنه dondeطور مأي التفكه التفكه قبل طوال للحاج والأمر الجميع يقول الله عنك نرى الآن خطبة بسرعة العيلة يخطبون ثم يخصصون المرأة بسلام خطبة فذلك ما أود أن يجب دراسي الخوض نعم لفعل النبي خطب يوجه خطاب النساء سمع النبي جاء ووجه خطاب اليهم نعم لكن يقول هل يقال ماذا خطب يجب إليهم ولا حاجة تكفي شعين اللي بغا يخصص بالشطاب يخصص بالشطاب يخصص بالشطاب يخصصنا أيها النساء يسمى النساء يتمنى بمحافظة على عوامر الله يتمنى بسكر والشجاب نعم هناك شخص كثير تزوج مرأة وراجل شواج راهر المرأة في أن الزوج لا يتطيع إكيان إكيان جماع من شبه فطلر بطلاق ولا يشن ورقب وقال يعين لي مقومين وهم لا يستطيعون ذلك فما لا تحال يراجع المحكمة على خصوة ما في علم المحكمة نعم إذا كاني رجل ثلاث نسوة ووهبت أحداهن لأخرى معينة نعم بإيش؟ كاني رجل ثلاث نسوة نعم ووهبت أحداهن لأخرى معينة هل يتقل الزوج أن يبيت عند الوهوبة دوماً ولا يبيت عند الثالثة إلا ليلة؟ نعم كما فعلت عائسة رب الله عليه كما فعل صيدة ووهبت اليومها لعائسة فكان نبيه صلى الله يقسم العرسة ليلة ليلة فيها ويصدق ولضغط على ليلة نعم وفي الثاني الجوس هل يجب أن يبيت عند المهوبة ليلة الوهوبة بعينها؟ أن يجب له أن يبيت أي ليلة فين؟ فهي يجب أن يبيت عند المهوبة وإذا أراد أن تكون لديك مصدرات يسأل الله أقول أعطى الله عنه ما حكمه في الجمعة هل يفي ارتسال وهل يفي ارتسال ليلة الجمعة لا رجل من طرع الحج اليوم ما يبدأ إلى مطرع الحج في الليل ما يحجى أرسل الجمعة قدر السيد لو تتطرمون وتوجهون سلم على إخواننا طلاب العلم للاستغلال وقت الحج للدعوة إلى الله وتوجيه مسلمين من العقيدة الصحيحة هذا الواجب على طلاب العلم أستطيع أن تهدوا هذه الفرصة والفرصة عظيمة حيث يجتمع الناس من كل فج العميح يجمعوا للناس بين الدبلين هذه الفرصة بطالب العلم يبعهم من الله ويعمرهم معروف وينام على المنكر ويربح لهم العقيدة الصحيحة ويغذرهم من الجزاء هذا الواجب على طالب العلم لقلت المسجد في أحد الأيام وقلت صلاة المغرب ودخل المسجد ودخل المسجد رجلاني وقبلها الجماعة فدخلت معهما خيرهما يصلياين عقل فلما قام إلى الرابعة جلست وقلت حتى رجع وفجل وبشهد ولما سلم الإيمان فلن قال صلاة الصحية مريضة لا الصحية وعاد تصبح في ناكلة فلو عابد قلنا في الأسفة وكتلفة في ربعية قل معهم ناكلة ثم طالعك تصلي المغرب ربعا في قل من مرابر العقيد في سلسل الأشعرين من مرابر العقيد في سلسل الأشعرين فالأسعرين يقولون العبد مجبورا على الفعله ثم يقولون له كتفة فكيف يكون مجبور على الفعله؟ يقول لا فعل له ثم يقولون له كتفة حدثة غير معقول ولا مشتورة ولهذا قالوا إنه فكتف لا سعري فكتف لا سعري فكتف لا متصورة من المحالة يعني يقولون إنه ليه جبرية لا جهنية يقولون لا سعر لا ثم يكون سعر لا سعر نعم بعد غير معاك لوجدت ريالا أو ريالان أو ثلاثة قالت مجري أنا أخذها؟ نعم مثل العلماء يلتقط قال العلماء يلتقط مثل الجي يضاعهم مثل مثل السوق مثل ريالين ثلاثة خمسة ما تكون هم شفات الناسة ثلثة قطرة شريف رضاق الله عزيزي تعطف رضاق الله عزيزي للمناخ ورامل صالح صلى الله عليه وسلم وعليه